سابعا في شعية إصحاح 48 آية 16 مكتوب منذ وجوده أنا هناك لاحظ منذ من اللي بيتكلم هون؟ يسوع منذ وجوده أنا هناك والآن السيد الرب أرسلني وروحه شوف هون بيتكلم حتى عن الثالوث يعني كلمة واضحة جدا السيد الرب أرسلني وروحه لاحظ كلمات يسوع في إنجيل يحنى الإصحاح 20 قال للتلميذ كما أرسلني الآب أرسلكم أنا ولما قال هذا انتبه بليز يعني افتح ليه ذهنك شوي صليك الروح القدس يفتح ذهنك لك فام الكتب ولما قال هذا للتلميذ المجتمعين بالعلية نفخ كلمة نفخ على طول تخذنا لسفر التكوين نفخ في أن فيه نسمة حياة فصار نفسا حياة كلمة روح في اللغة العبرية هي روح في العربي وبنفس الوقت بتعني ريح 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 عاصف فبقول يسوع للتلميذ كما أرسلني الآب أرسلكم أنا وبقول السيد الرب أرسلني وروحه كما أرسلني الآب أرسلكم أنا ولما قال يعني هون فيه شرعية إسا فيه مصداقية لهوت المسيح والتعبير عن الآية اللي قرنها في العهد القديم ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس فأنا يعني مرات بتشوفوا هيك على برامج بتشوفوا فيه خدام بحاولوا ينفخوا عشان واحد يقبل الروح القدس أنا لا أتفق في هذا المضوع هاي النسمة هذا الروح يسوع هو اللي بينفخ نفخ في أنفه نسمة حياة قال لهم وهذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس واضحة جدا ثم قال يسوع قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن وهم تتكلم عن أزلية المسيح السيد الرب أرسلني وروحه بقول منذ وجودها أنا هناك قال يسوع قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن يعني قبل الوجود يعني ما قالش كنت أو سأكون لا لا كائن نفس التعبير أحبائي اللي بيفهموا اليهود خلي بالك كل مرة برجع بقولك تذكر أنه يسوع بيتكلم لمين لليهود تتكلم لشعب تاني عربي ولا اللي بيساير واللي بيخلط ولا بيستقبل بدون ما يتساقل لا 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 أصعب شعب يعني اللي حتى بقوله سألهن الحرف يقتل اللي مش بس النقطة عم بدرس النقط بيدرسوا الحروف بيدرسوها بشكل هندسي بتقاطعات الكودز والكدر يعني دراسات اليوم في الجامعة العبرية في القدس شيء مزهل فأنت بتحكي مع شعب لا 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 يعني مش أي كلام بتزدته وبترميه لا 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 لناس اللي اللي بيفصفص واللي بيفحص كل إشي اشتركوا في القناة